النهاردة بينتظر جماهير الكرة المصرية نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات اللي هيجمع ما بين الأهلي والزمالك مباريات القمة دايما بتكون خارج التوقعات خصوصا عندما يتعلق الأمر ببطولة المباراة الوحدة ده حقيقة دينا زي من تقولي كده المطش الذي يجمع ما بين الأهلي والزمالك دائما وأبدا بيبقى خارج التوقعات تفاصيل أكتر عايزين نعرفها كواليس طبعا التدريبات الأخيرة للأهلي كواليس تدريبات الأخيرة للزمالك إزاي كلا المدربين هيتعاملوا النهاردة مع المباراة كل ده حنتعرف عليه وأكتر مع دكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي صباح الخيرات الدكتور عثمان صباح الخير طبعا حاكم وصباح الخير لكل أستاذة مشاهدين وإن شاء الله يكون اليوم جميل لبكرة المصرية أكيد إن شاء الله وكمان معنا ضيفينا كمان في الأستوديو الناقد الرياضي الأستاذ إسلام علي صباح الخيرات يا أسلام صباح خير أحداتك وعلى كل الشعب المصري إن شاء الله نقدر نديهم حاجة دسمة نجاوب على أسئلتهم حول ما يتعلق بالمبران إن شاء الله عظيم جدا خلونا نبدأ بقى كده الأسئلة بتاعتنا بالتشكيل نتكلم مثلا عن تشكيل ذادي الزمالك الأول مثلا يا دينا أوه الزمالك الأول طيب خلاص نتكلم عن تشكيل نادي الأهلي مثلا نبدأ نتعطيش بالتشكيل الأول أبرز بقائبات طيب طبعا نادي الأهلي الغائبات اللي تم تأكدها خلاص أشرف داري المغربي هو لسه مشاركش بشكل رسمي مع نادي الأهلي ده حقيقا ولكن طبعا كان فيه طموحات إنه يكون موجود خلال الفترة اللي جاية وناشرف داري جاي لعب دولي في المنتخل المغرب فطبعا أنت جاي بلعب تقيل جدا جدا تقدر تدخله عطول في جو المباريات لكن طبعا سوق الحظ أنه تصاب في معسكر المنتخل المغرب في توقف الدولي في شهر 9 ومن ساعة الإصابة تحت التوية كحل دي كان رجع شوية وتمرنوا لا ما تشودي مع نادي الأهلي لكن ببقى شعبت بعض الألام فكولر رفض تماما المغامرة بي وإن حتى ياخد مسكنات وينزل فلا أهل إنه طبعا عارف إنه اللي جاي جايله بي لسه فيه منافسات قوية جاية كتير زي أبرزها العلم الإماراتي ومن ثلاثة اللي جاي مباراة جدا جدا فلا مش هغامر به ولا اللاعب بدلا ما هتجعله قريب بيقعد فترة أطول نفس الكلام خدف دفتاح برضو مش هكون متاح في هذه المباراة بيت الغيبات بلى غيبات قديمة زي عليه معلوم مش في القيمة والكلام ده كله لكن خلاص هو الأهلي حاليا يعني ماشي بالطبقة الموجودة أو اللعبة الموجودة بس فيه خبر مهم برجوع وسام أبو علي للتشكيل ها وسام أبو علي وعمر كمال عمر كان اشتكب بعض الحاجات وكان رامي ربيع في مطش اللي فات فنسكت قلقنا إن الغيابات تكتر طبعا في ظل كمان إن الكهرباء عاد إلى القاهرة فالأوبشنز أو الخيارات ما بقيتش كتير قوي قدام كولر خصوصا في بعض الملاكز فهتحس إن التشكيل الأهلي ممكن تتوقعه سهولة وفقا إن الغيابات بتجبر المدرب على بعض الحاجات ولكن ممكن يكون في بعض المفاجئات يدرس في نادي الزمالك ليه؟ لأن جيزي جوميز بيعرف في لعب كولر كواس جدا بيعرف في لعب ويقفل على مفاتيح لعب النادي الأهلي فهتفوق حتى لو مش بتفوق في الفرص ولكن بتفوق في الأداء بيحرم الأهل من الكورة الأهل يبعش لعب كورة قدام نادي الزمالك في ظل طبعا قيادة جيزي جوميز فده قاعد يعني كولر التلات يام دول بيفكر إزاي يكسر الرتم اللي هو بيفرضه عليه جوميز في كل مرة وده اللي ممكن يبقى خلي فيه بعض المفاجئات يعني فيه كلام إنه وارد جدا يبقى فيه صناعية في نص ملعب نفشة أو بام عشور وطبعا دي هات المفاجأة من العلار التقيل إنه تحط اتنين لعيبة كان عندهم صفات صنع الألعاب عشان خاطر عاوز يحافظ على الكورة أو يحتفظ بكورة في وسط الملعب ودي الرهان اللي على الفكرة بيعمله جوميز إنه هو بلعب ناصر ماهر معبدالله السعيد ناس كتيرت لك ده مستحيل ينجح لإنه اتنين دول دفاعيا مش أقوية ولكن الراجل بقى له حاجة تانية إن الكورة الأمعية الكورة الأمعية مدام الكورة أمعية فأنا حرمت المنافس منها فيه برضو تفكير تاني مهم جدا إن أكرم طفيق ربما يبدأ في الجانب اليمين لأن الناس زمالك متفوق في ناحية الشمال يمكن بين تايك في مطش السوبر تحديل الأفريقي عمل أداء قوي جدا جدا لا ما فيش في اليد حيلة يعني لا ما هو فيه عمر كمال عمر كمال متصاب لا عمر كمال كمال متصاب بس هو في دين نوات مرة آخر تمرين مبارح فربما يكون موجود وممتاح فممكن يكون متاح بس خليك من حاجة بقى إن المباراة دي لو فيها تعادل هتوصل ب120 ديئة فالمدرد ببريح حسابات أخرى إن ممكن مين أنزله في الأول مين ممكن أحتاجه بعد كده فخليه ريزرف أو زبور كده على مقادر بقى لا يبقى كار تلعب به فيه إذا المباراة طيب إسلام يعني احنا شفنا أداء الزمالك الفترة اللي فاتت كان بصراحة منظم جدا وضقيق جدا ده وبزكاء كمان ده تأثير جومز عليه يعني جومز كان خلى الملعب كده نادي الزمالك فيه لعيبة الزمالك مركزة جدا كان دايما لما بيدخل فيهم جون في أول المطش كان بيفقدوا تركزهم أصبحوا دلوقتي إن هم لا بالعكس بيعيدوا ترتيب أوراقهم وبينظموا منفسهم مرة تانية شايف التشكيلة هتكون إزاي وشايف كمان جومز هو عارف من كولر دلوقتي يعني كشف كل أوراقه خلاص عارف طريق لابه هيقدر يفاجأوا إزاي أو في البداية طبعا لازم نقول إن على عكس كل التوقعات خالص أو على عكس الناد الأهلي الزمالك الأوبشنز بتاعته أقول إلا جدا على عكس الناد الأهلي عنده عنده سكواد مليان لعيبة شوية على أقل ممكن يكون مش على قدر طموحات كولر ولكن في نت زمالك على العكس تماما حرفيا أنت في كل مكان فيه لعيب بالعافية وفيه لعيب غاب أنت بتعاني بشكل مش طبيعي ودي المشكلة الكبيرة جدا اللي بوجهة نت زمالك لازل نقول إن الراجل ده راجل خادع بشكل كبير جدا إن هو قدر فعلا يحقق بطول الكونفادراليا بالسكواد اللي معاه في ظل الأزمات والنواقص الكتير اللي معاه قدر يحقق السبر الأفريقي في ماتش صعب جدا قدام الناد الأهلي في ظل نواقص برضه في أماكن كتير حتى السكواد حتى البنش بتاعه معلش الأوبشنز الكفاية اللي أنت تقدر تستخدمها كمدرب لازم نتفق إن ماتشات النوك أوت أو الماتشات اللي هي خروج المغلوب أو الماتش بتاع البطولة الواحدة ده هي أسهل كتير من الماتشات اللي هي بتاع البطولات اللونج تيرم فعشان كده الراجل بيقدر يلعب على العامل النفسي بتاع العيبته بشكل كويس جدا وبيقدر يأهله بنفسه بشكل ممتاز جدا دي نقطة تحسب لجميز الفترة أخيرة باستثناء غياب مصطفى شلبي حيلعب مكانه هل كونراد هل هل محمد حمدي فيه كلام كتير بتقال في النقطة دي هل ممكن شكبالة مثلا يلعب رقم عشر ونصر مهر يلعب ناحية الواحد فيه كلام كتير بتقال في الجزئة دي بس الاتفاق نفسه إن محمد عواد هيكون حرس المرمى 2 سن ترباكات أعتقد إن زيك ما عندوش غيرهم حسين عبد المجيد وحمزة المسلوسي حتى المسلوسي نفسه مش سن ترباك في الناحية اللي مين هيكون عمر جابر بعد رجوع عمر جابر من الإصابة ومحمود بن تايج في الناحية الشمال نص الملعب هيعتقد يعني بنسبة كبيرة جدا هيكون محمد شحاتة على حساب زياد كمال زياد كمال في المتش بيرامدز عمل متش الشوت الأول على غير الشوت الثاني تماما الشوت الأول قررت بطيئة جدا والقرار نفسه ورد الفعل بتاع زياد كمال نفسه في التحولات كان صعب جدا ولكن الشوت الثاني لحد ما المستهى بتاعه وتحسن أكتر محمد شحاتة هو مش لعيب رقم 6 هو لعيب أكتر رقم 8 بيقدر يميل في المساحات الداخلية من ناحية يعني من ناحية الأطراف بس أعتقد أن هو مضطر أن هو يعمل كده محمد شحاتة أجريسف أكتر رد فعله سريع أكتر قوي في التدخلات في استرجاع القرى سريع جدا مع عبدالله السعيد ومع ناصر مهر النحية اللي مين هيكون أحمد ساد زيزو النحية الشمال دي اللي هيكون فيها مشكلة كبيرة جدا أنا هقول أنا لو إسلام النهار ده مكان جميز أنا هممكن ألعب بناصر مهر لعيب وينج وممكن ألعب بعمر فرج هو اللعيب رقم 10 ليه ناصر مهر ليه مش كبالة لأن حقيقة الماتش ده ما أحتاج مجهود بدني كبير جدا ده رقم 1 الرقم 2 أنت محتاج لعيب مصر مهر ما أعتقدش أنه لعب في المركز أبليكا لا لعب مع لعب مع جميز في المركز ده آه لعب في مهر في فترة كبيرة كده وصدت مصطفى شلبي كان وقده وقده فيه وقده فيه أهل مرة وقده وزفه في نفسه مركز تقيل وقده نحن نجح شمال ووزفه أكتر من مرة بس أنت عندك خيارات هو بلان اي و بلان بي أنت ما عندك شي حاجة لما كان في الزمالك ومش فاول ده أول ما جيز الزمالك كمان بالضبط لذلك كان المردود بتاعه مش أحسن تقايف طبعا كان سيجل جدا القصة كلها أن هنا جميز بيعتمد بيعتمد أكتر على اللعيبة البولر أكتر أنهما اللعيبة الكويرة اللي يقدروا يدولوا الاستحواز وميزة الاستحواز هو جميز شايف أن أنت كل ما بتقدر تحرم الخصم النقرة كل ما أنت أفضلاتك بتكون أكبر كل ما أنت فرصك في المكسب بتكون أكتر كل ما أنت نسبة الفرص بتاعتك بتكون كبيرة جدا أنا شايف أنه جميز عموما واحد من الناس اللي بيقدروا يحضروا لمباراة الأهلي بشكل نفسي ممتاز جدا وبشكل فني فوق الممتاز إزاي بشكل فني فوق الممتاز ده بيحصل في قرية الراجل الماتشاط التدخلات بتاعته في الثلاث ماتشاط اللي هو العيب ومدام النادي الأهلي كانت فوق الممتازة وكانت سريعة جدا وكان بيقدر يقر اللي في دماغ كلها بسرعة جدا عزم جدا دكتور دلوقتي كان إسلام كان بيكلم على طريقة لعب الزمالك وهو يعني بيلعب على نسبة الاستحواز طول ما الكرة معايا فده بيأمن نادي الزمالك وبيجيش هجمات مضادة طريقة لعب لنادي الأهلي معه زي ما شفنا كده في نقطة القوة اللي بيلعب عليها نادي الأهلي وهي خط الوسط بتاعه ده رقم واحد ده رقم اتنين بعد ما ميش محمد عبد المنعم فكرة الخروج بيه الكرة بقى موضوع صعب شوية إزاي ممكن مارس الكولر يتغلب على النقاط دي لا ده هي مش قصة مش نص الملعب ههو فيه تراجع في مستوى خاننا متفقين إن فيه تراجع في رتم في مستوى العديد من اللعبين خاننا متفقين في النقطة دي لكن الخروج بالكرة هو العام الأسبة كبيرة جدا للنادي الأهلي يعني منعم طبعا كان العام المميزة جدا في التماريات القسيرة والمتوسطة والطويلة فانت منعم فقطه ماشيش عندك بديل لي بنفس الجودة يعني مفيش حد بنفس الجودة يقدر يغطي دور من العام النقطة تانية ما حدش يقبله منها علي معلول علي معلول برضو كان واحد من اللعبة المميزة جدا اللي بيقدر ياخد الكرة من الخط الخلفي لنص ملعب أو من الخط الخلفي للأمام بيقدر يباصي ويتحرك يعني مش بيباصي لأنه طبعا باك غير باك شمال يقتلف عن سنتر باك فبعلول بيقدر يد الكرة ويروح في مكان فالكرة بتطلع لقدام انت عندك جواتي فيه عجز في النادي الأهلي في الحتة دي مش قادر يكسر الحتة دي عايز أقول لك ان في مباراة الزمالك الأخيرة اللي كانت في السوبر الأفريقي أكتر حد كان فيه تمريرات بينه وبينهم بعض كان رامر ربيع ويسر إبراهيم يعني أكتر اتنين في الأهلي تمريرات عرضية مشتورية تمريرات عرضية يعني انت متخيل حوالي 29 تمريرات متبادلة بين الاتنين الاتنين مفيش واحد عمل أكتر من 9 تمريرات لحد قدامه فدي جا رقم كارثي عايز أقول لك إن السرمية الكيلوباترة كابتن أعمى الرمادي برضو مدرب يعني زاكي جدا جدا عمل نفس القصة نفس التاكتك اللي هو إيه أحرم الأهلي نطلع بالكورة اللي هو بيسمون مينياب بلوك مشتازم يضغط على الآخر على الآخر الملعب ويفتح الملعب لأنه عارف لو هو الفتح الملعب ممكن يعمله مشكلة فبيستنى بيقف النص الملعب كواس جدا جدا ويخلي الكورة مع رامر ربيع ويسر إبراهيم عايز أقول لك لكن يسر إبراهيم أكتر حد مرر له كورة في ماتش سانويكا كان مصطفى شبير لكن أنت تخيل يعني مش للمداشة الباكي اليميني لجنبه ولا حتى الرامر ربيع لجنبه ولا نص ملعب لقدامه بيدي مصطفى شبير حوالي عشر تمريرات يعني أكتر واحد مرر له كان الحارس ده دليل على إيه إن الدنيا مقفولة قدامه اللي عارف إدي تمريرة طويلة ولا عارف إدي تمريرة قصيرة ولا تمريرة متوسطة لكل الناس اللي حواليه فهي دي أزمة النادي الأهلي هيحلها إزاي كلها زي متاكمن شوية عنده تفكيرات معينة في نص ملعب إنه بدل بيبع عندي رئة واحدة في نص ملعب لا لو لعب بسلسية ده تفكير موجود في الساعة الأخيرة مروان وأفشا وإمام هيبع عندي تلات خيارات أي لعب يقدر يستلم منهم عشان يقدر يطلع بكرة ويكسر مروان وأفشا وإمام أفشا وإمام هيكونوا ثمانيتين لعب كويس جدا يعرفي برضو بصير كويس لكرة بيعنده التحامات كويسة وده برضو نقطة مهمة عشان تستخلص الكرة من نادي الزمالك يمكن ماتش برامدز تحديدا يوري تشيتش مداري برامدز عمل حاجة شبه كده عزل عبدالله السعيد يعني لو حد خد باله في هذه المباراة وده اللي احنا عايزين نعرفه برضو من هو عز يعمل حتة دي يعني كولر عاوز يلعب على نفس الطريقة ان انا ازاي عز عبدالله السعيد اللي هو محور أداء الزمالك عز يقول لك عبدالله السعيد اكتر حد ما رأله في ماتش برامدز كان حمزة المسلوسي اللي هو سنتر بايت وعينه دايما لجونه مش عينه للملع طيب اسلام انت شفت ازاي المباراة بتاعة الزمالك مع برامدز وهل اللقاط الضعف والقوة اللي كانت في المباراة دي ممكن ازاي لو في نقاط قوة نقدر نعتمد عليها ولو في نقاط ضعف ازاي نقدر نتدرجها وانحلها بسرعة طيب اولا لازم نتفع ان اي مدرب بيجي لعب ناتز زمالك عارف ان رئة ناتز زمالك في الخروج بالكرة هو عبدالله السعيد دي نقطة مهمة جدا لازم نتفع عليها ولكن الراجل دايما انت عندك مبادئ بتنفذها المبادئ انها بلعب على الاستحواز بلعب ميديا بلوك بلعب اي ان كان سلوب الضغط اللي انا بريد استخدمه ايه ولكن الوسيلة نفسها انت هتعمل ده ازاي هتستحوز ازاي هتخرج بالكرة ازاي هتبني ازاي ده النقطة المهمة جدا فاي حد بيجي قابل ناتز زمالك عارف ان عبدالله السعيد هو رئية ناتز زمالك في الخروج بالكرة مثلا في برات نهاية الكاس اللي تلعب في السعودية مش سوبر لا الكاس عبدالله السعيد كان طول الوقت عمرو الصلاة بيجري وراك اضله الاستخدام بقى كان هنا ازاي كان بيستخدم عبدالله السعيد دومي لعيب دومي وطول الوقت بيجري كده ان هو بيسحب الضغط بتاع عمرو الصلاة عشان يفضي الملعب لدونجا عشان دونجا يبدأ يستلم ويبدأ يعمل بصات هو مستريح لان دونجا من اللعيبة اللي متعرفش تستلم تحت ضغط وبيتوتر بسرعة جدا وعنده بصات التمريرات بتاعته اغلبها روتينية ما بيعرفش يعمل بصات في قلب الملعب او في عمق الملعب او زي ما بنسميها البروجريسوف باص اللي هي البصات التقدمية اللي بتقدر تكسر بها خطوط الخص طيب كان بيستخدم ده ازاي هو الراجل مثلا في الكونفدرالي الافريقية ما كانش عنده عبدالله السعيد ولا نصر ماه اتنين مهمين جدا يقدروا تعالوا بكورة واتنين بيقدروا تمركزهم بين خطوط بشكل ممتاز جدا طيب ده كان بيتم ازاي كان الراجل بقى استخدم فكرة من افكار بيب جورديولا وهي فكرة الانفيرت فول باك ايه الانفيرت فول باك ده اللي هو الباك اللي بيقدر يدخل في عمق الملعب بتشوفه كانوا واقف كانوا ديفيندر الباك ده شفناها شفناها ماتشا بيرمت زريفات كان دخول احيانا محمود بنتايك بيعمل كده احيانا مش طول الوقت لا مش ازع البنتايك في الديفيندر اللي بيلعب المساك نسلوسي لا اللي جنبي حساب عبد المجيد عبد المجيد شفناها في كزا واللقطة كان بيخش في وسط البلعب اه وبيكمل بالكرة انا قصدي ان هو لا كان بيقط عكا ديفيندر اه تمام انا قصدي وهو يعني كان بيكمل في نص كان بيكمل حد ونص المعات انا قصدي وانت في حالة الخروج بالكرة انت بتوقف الباك ده اللي هو احمد فتوح بتجيبه وانا على الخط بتدخله لحد الدايرة في عمق الملعب عشان يساعد الفراء في الخروج بالكرة طيب اتقافل احمد فتوح كان بيعمل ايه دايما في اللاينسز بتاع المدربين بياخدوها بيقولك في حاجة اسمها الواطف انت بتحط مثلا الباترن بتاعك ان انا هخرج بالكرة بتقعدش الواطف الواطف ايه اللي هيحصل او البيئة البيئة بتاعتك ايه البيئة بتاعت الراجل دايما كان بيستخدم ابراهيم انا ضاي بينزل لحد التلت التاني من الملعب كانوا الباك بتاع الزمالك والكرة تخرج من عليل وحمد فتوحة قف ماتش الاهلي ماتش الاهلي بقى الراجل ادانى درس ممتاز جدا في النقطة دي كان بيعمل حاجة من التلاتة الحاجة الاولى انه يبدأ يسحب عبدالله السعيد عبدالله السعيد يبدأ يتحرك عشان دونج يستلم الكرة في الوقت اللي عبدالله السعيد بتحرك فيه بعرض الملعب كان بيبدأ يظهر ناصر ماهر عشان ناصر ماهر يبدأ يعمل لينكاب طيب ناصر ماهر بدأ يظهر وجاب الضغط معاه كان بينزل سيفي الجزيرة بدون اي ضغطه خالص ويبدأ يعمل اللينكاب من الخطوط طيب الحاجة التالتة الحاجة التالتة وهي محمود بن تايج محمود بن تايج ظهر في الأطاقتين مهمين جدا انه الزمالك بيبدأ بيعمل عملية البلد اوب من تحت بعد ما بيها ياخد وقت طبعا مش بيعمل دايركت على طول كان بيبدأ يتحرك لعمق الملعب ويوسع الملعب المصطفى شرب اللي كان بينزل أحيانا بدون رقابة من محمد هاني أو عمر كمال وأحيانا كان بيسحبهم في بيفتح المساحة المساحة دي اللي شوفنا انطلق فيها مرتين مرة بينتايج ومرة سيف الدين الجزيرة دي نقطة مهمة من الأفكار اللي الراجل كان بيستخدمها هي المهم ان انت عندك اللعيب عاملة ازاي المهم ان انت هتقدر تستخدم اللعيبة دي بشكل ازاي نقطة تانية نرجع لنقطة الانفيرت فول باك فكرة ممتازة جدا انه يبقى عندي فول باك او لعيب باك بلعب على الطرف يدخل في عمق الملعب يساعد الفريق في الخروج بالكورة نقطة تانية مهمة جدا ان اللعيب ده وإحنا خلاص استحوزنا واطلعنا في التلت الأخير انه بيبقى واي في ديفندر تاني اولا بيخلي الفريق يستحوز بيملى الممرات الخمسة اللي فوق فبيبقى الانتشار بتاع العبتك بيبقى مميز جدا بيديك افضلية في التلت الأخير الافضلية في التلت الأخير دي بيسهل خروج الكورة بين الخطوط والحاجة التانية بيسهل تتعمل فرص طيب احنا وصلنا للتلت الأخير وعملنا الفرص لو فقدنا الكورة التمركز بتاعه بيديك افضلية انه عندي اتنين وفين عشان ياخدوا الساكن دي بول لاني الطبيعي اصلا في الساكن دي بول انها مش بتخرج على طرف المطرف حتى لو خرجت على طرف المطرف انت بيبقى عندك الوقت الكبير جدا انت ترجع وتسترد الكورة طيب اي ممكن اي باك ممكن يوم بالدور ده لا طبعا الباك اللي يوم بالدور ده لازم يكون عنده بروفايا خاص قدرات خاصة اولا بيعرف استلم بيضهر الملعب تقنيا كويس جدا بيعرف استلم ويباص برجلهم اثنين بيعرف يعمل باص طيب الجزء التاني الجزء التاني ان الاعيد ده لازم يكون دفعيا ممتاز في قطع الكورة لو مش بيعرف يعمل كده لازم يكون زكي في غلق الممرات بيعرف في الممرات او يكون بيعرف مصار الكورة بشكل كويس جدا بتوقع الباص الجولي اللي الزمالك جابه في نهضة بركان كان سببه ان احمد فتوح قدر يرى مصار الكورة وقطع الباص بالمناسبة عندي كومنتة بسيط جدا قبل ما اني معاش سريعا اه عشان بس انا عايزين اتنى عبدالله وعلي ارجع للدكتور المرضودي الدفاع بتاع عبدالله السعيد وعبدالله السعيد مش راجل قطيع كورة بل ان عبدالله السعيد معبرة بعد فترة الاهلي معبرة والزمالك بقى من العيبة الاسكية جدا في التمركز في الحالة الدفاعية فبيقدر يمنع الخصر من نعمل الباصات اللي ممكن يستفيد منها بشكل جدا طيب ده شيء عظيم جدا احنا اعتقد يا رجالة معنا وقت عشان لسه طي يسام ابو علي وجوده وعلم وجوده فارق كتير جدا في خط جوم النادي الاهلي وامتق الخط النادي الاهلي شايف اداء يسام ابو علي مؤخرا ومقارنته طبعا بطهر طبعا الناس كلها هتقارن وصام ابو علي باللي حصل السرعة اللي فاتت الرجل جيه في شهر يناير ما شاء الله موهبة انفجارية وتغيب بعض المطشاط على فكرة ولكن المطشاط اللي تواجد فيها عمل سكور تهديفي غير طبيعي ما شاء الله عليه معدل تحويل الفرص لهداف عالي جدا جدا الرجل خد اداء في الدوري اعتقد بحصلتش في التاريخ الدوري ان اللاعب ييجي في التقارات شتوية ياخد هدف الدوري كندي ما حصلتش قبل كده فوسام وعلي وجوده اساسي مهم طبعا ولكن لو فيه اصابة او مشكلة عزوالك ان فيه كلام ان سامير محمد اللاعب اللي هو متصعد من ناشئين معلش ازارو ما كانش عمل ده وليد ازارو لا هو يجي في نص الموسم لا هو خد هدفه وكان موجود الموسم كله لكن ويجي في يناير وده التحدي ان ديجي في نص الموسم والناس كلها موجودة ومهاجمين هو ياخد الهدف عليهم كلهم طبعا دي نادر يعني في العالم كله واني بتحصلش فيه كلام ان سامير محمد بتم تجيزه اللاعب الناشئ اللي كان لعب في فترة التوقف دول الأخيرة مع النادي الاهلي مع الفريق الأول ودخل ماتش الودي كمان كولر برضو عمر زير في تاني اللي هو طهر اللي اكتشفه وتنقله من الجناح للمهاجم ولكن النهاردة احتمال يكون فيه مفاجأة تانية ان نلاقي طهر مش مهاجم ولكن كجناح يمين عشان عنده قدرات جيدة جدا 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 في الدفاع ويعمل الحتة اللي تكلم عليها إسلام دلوقتي ان بنتاج بيسترف المنع وخش القذل بيخلص بس أنا عايز توقعات اللي كلنا بنسأله يعني لازم كده في الفقرة الرياضية توقعتك لمباراة النهاردة كامل كامل مباراة صعبة جدا جدا على الطرفين ولها ظروف يعني محيطة بها صعبة لكن لو هنقول فرصة فريتين هي 50-50 لكن توقع ممكن انتهى المباراة في صالح نادة تلاتة واحد تلاتة واحد تلاتة واحد بص لا انا ما بتوقع اشانا بحب بتفرق بشكركم شكرا انجازين انوارتونا دكتور اثمان ابراهيم النقد الرياضي وكمان اسلام علي النقد الرياضي انوارتونا وان شاء الله توقعاتكم بقى نشوفها بكرة اذا كانت صح ولا غلط بشكركم وما رجوزكم معنا